السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سد بوغزول في جنوب ولاية ألمدية الواقع على وادي شلف نعم وادي شلف يمر على ولاية ألمدية ويوجد سد بوغزول الذي وصلته كميات خلال اليومين الماضيين بعد أمطار رعدية وصلته كميات هامة لكن لا أعرف إن كان السد قد وصل إلى امتلاء كل أو لا ولكن تم فتح صممات أو بوابات هذا السد طبعا بعد ما وصلته كميات هامة من سد بوغزول تخزينه أكثر من 20 مليون متر مكعب يقع على وادي شلف في ولاية ألمدية وهذه المياه بعد فتح بوابات سد بوغزول تتجه إلى سد آخر وهو سد غريب الواقع بين ولاية ألمدية وولاية عين الدفلة وهذه المشاهد هي لوادي شلف بعد تساقط الأمطار الأخيرة جنوب ولاية ألمدية والمياه بعد سد بوغزول تتجه إلى سد غريب سد بوغزول في ولاية ألمدية وصلته كميات هامة وتم فتح بوابات السد يوم أمس طبعا أربعة أكتوبر 2024 سيكون لنا في قادم الأيام توضيح حول مصار ودي شلف والسدود التي تقع عليه أو على الفروع التي تمده بالمياه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته